هذا وقد كشفت النيابة العامة تفاصيل قضية الفساد الكبرى في وزارة الزراعة حيث أوضح بيان للنيابة العامة أمس أن المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام أكد أن التحقيقات في قضية الفساد الكبرى كشفت طلب مسؤولي وزارة الزراعة لرشاوي عينية تمثلت في هدايا وعقرات وذلك مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض بنحو 2500 فدان في وادي النطرون وكشفت التحقيقات أيضا أن الهدايا موضوع الرشوة في القضية هي عبارة عن عضوية عاملة في النادي الأهلي منحو 140 ألف جنيه لأحد المتهمين ومجموعة ملابس من أحد محلات الأزياء الرقية بقيمة تصل إلى 230 ألف جنيه وهاتفين محمول بنحو 11 ألف جنيه وإفطار في شهر رمضان في أحد الفنادق بتكلفة 14.5 ألف جنيه بالإضافة إلى طلب صفأ صفأ لأسر المتهمين بنحو 16 فردا لأداء فريضة الحج لإحدى الشركات السيحية بنحو 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد فضلا عن وحدة سكنية في أحد المنتجعات في مدينة السادس من أكتوبر بنحو 8 مليون و250 ألف جنيه هذا وقد ألقت أجهزة الأمن أمس القبض على وزير الزراعة في ميدان التحرير بعد تقديم استقالته بناء على تعليمات الرقابة الإدارية ما أصفر عن نقله للجهات المختصة للتحقيق معه عقب تقدمه باستقالته إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بناء على توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقت أجهزة الأمن القبض على الدكتور صلاح حلال وزير الزراعة المستقيل ونقله إلى جهات التحقيق المختصة وذلك لاستجوابه حول الاتهامات المتعلقة بواقعة الفساد داخل وزارة الزراعة الدكتور صلاح حلال من موليد عام 1956 بقرية كفر العمار محافظة القليوبية تخرج من كلية الزراعة جامعة الأزهر عام 1978 وحصل على الدكتوراه في العلوم الزراعية من نفس الجامعة وهو أستاذ تكنولوجيا البذور بمعهد بحوث المحاصيل التابع لمركز البحوث الزراعية حيث تم تعينه كإخصائي بحوث في المعهد عام 1982 وتدرج في المناصب حتى تولى منصب رئيس الإدارة المركزية للمحطات التابعة للمركز في مايو 2011 استعن به الدكتور أيمان فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق للعمل رئيسا لقطاع شون مكتب الوزير في يوليو 2013 واستمر في المنصب حتى ولاية الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة شؤون الوزارة وأبقى عليه في المنصب لمدة شهرين ثم قام البلتاجي بإقالته وتعينه رئيسا للهيئة الزراعية المصرية في الخامس والعشرين من أغسطس 2014 النيابة العامة أكدت في باين لها أن التحريات أظهرت أن المتهمة في القضية كل من صلاح الدين هلال وزير الزراعة المستقيل ومحيد دين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة ومقدم رشوة أيمن محمد رفض عبد الجميل والوسيط محمد فودة وأن الهدايا موضوع الرشاوة تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهل بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزاء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا وخمسمائة جنيه وطلب صفر لأسل المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحق عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة سالس من أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه عمر الناس الحياة الآن